هرجع تاني لمنتخب الأولمبي لأنه خلاص على وشك المشاركة في الأولمبيات إن شاء الله وبإذن الله يرجع لنا بميداليا إن شاء الله يعني إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا يوم موجودين في مرات الأقل والبيرامدز القادمة في الدوري فيش واحد بيطلع من المهزكر فيش واحد يطلع اتقفلت خلاص أما ليه موضوع الاتفاقات وال أنا قاعد قدام شاشة التلفزيون حجئت باتهام للسيد جمال علام والراجل قاعد لها مفيش حكة خالص ما تم الاتفاق عليه إحنا أول نسعد طبعه لأنه ما الصحة منتخبنا مش هداخل نفسي في أزمة طلعا أنا مالي أنا عاوز لعبتي زي ما ميكالي قال الدوني لعبتي أقفل عليهم من يوم خمسة عشان أحفظ اللي أنا عاوز النهاردة التمرين مش عاوز أقول لك أنا عامل إزاي وكان زيزه موجود وإنني لأ تمرين عالي قوي والولاد مجهود جوه والراجل الراجل بيوصل حماسه اللي اللعبين بطريقة تعقيمة جدا جدا حتى الوزير نهاردة وبتكلمه أستاذ جمال قال لهم شايفين مداردكم أحنا عايزين وبعدكم في وقات خاصة ولو طلعتوا من دور لدور الوزير برضو كان بحمسهم جدا النهاردة أستاذ جمال كابتن بركات ست الله وحير ما شهر كنا موجودين في التمرين فما فيش مشكلة أنا فجأت قدام شاشة التلفزيون بيتهم الراجل أنه هو اتفأ من وراء الوزير والربطة على أنه حيطل ما فيش حاجة خطأ رحت داخل مداخلة بصفة اللي أنا بمتحاد السعلان باسم الاتحاد وطوله ما جماعة الكرام ده عاري تماما من الصح أستاذ جمال لم يبرم أي اتفاق مع أي نادم الأندي وإحنا كالتحاد كرة ملتزمين تماما بما تم الاتفاق عليه عاوزين نافل على منتخبنا هنسافر يوم عشرة عندنا مباراتين وديتين واحدة يوم 14 مع أوكرانيا واحدة يوم 17 مع العراق وبعد كده هنذهب على طور على نانت عشان المجموعة بتاعتنا إن شاء الله ربنا فعلة بإذنك بيرامدز جيه قبل مبارات الأهلي القادمة أو الأهلي قبل مبارات بيرامدز قالك لا ما انت هتديني كوكا وتديني إبراهيم عايد لألعب يوم المباراة يا إما هاخد منك اللعيبة كلها اللي أنا قدتها لك كان عايزه معنا بمي إنه الموضوع مش رسمي أو مش في أجندة الفيفا احنا مستفرين عشرة اه احنا مستفرين عشرة وماتش يومين اه يوم الجمعة الجاية يوم كام في الشهر جمعة الجاية يوفيها الشباب احنا مستفرين الأربعة اتناشر سيد اللوحي المشهور رئيس الباسة في يوم الأربعة خلال معاك كابتن براكات رئيس الباسة سيد اللوحي المشهور كابتن براكات كابتن براكاتك أستاذ جمال مسافر برضو عشان الناس تسعر بس عشان الناس يقول لك ايه برضو لا لا فوقيت ليه فاطلا انا بقول لك احنا عادين يقول لك ايه حد طلع على قناة مقالرات خناء في التعادة القورة الكل عاوز يسافر فرنسا اه انا بسمع دي دايما عارفك مش سافر فرنسا بس بسمع في كل السفريات يا اخو اقسم لك بالله عمره في يوم من الأيام ما حصل لنا دات خانة مع ده عشان سافرية او ده مش عارف ايه استاذ جمال كان حيسافر رئيس الباسة ومعاك كابتن براكات مشرف اتنين استاذ جمال جات له دعوة من الاتحاد الدول بصفة رئيسة حد فرئيس الباسة قالت بالدور لي ساتل وحلم المشهور فاصبح حوى والكابتن براكات استاذ جمال طريق تاني انه تابع الاتحاد الدول بداعو من الاتحاد الدول تمام عمرنا في يوم من الأيام انا بعد اسر اتحك يقول لك ايه ده متخنقين ده مش عاملين وبرضو من الاتهامات اللي بتطول استاذ جمال ده سافرياته هو بيقعد استاذ جمال رئيس اتحاد شمال افريقيا ويقعده مكتب تنفيذ الكاف فبيسافر بتابعية وقالية منصبه بتحاد شمال افريقيا عشان في تونس او في الجزائر او بتاع انه رئيس الاتحاد على حساب بتحاد شمال افريقيا اللي يكلف اتحاد المصري مليه